بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله نكمل الحل المثال المستطيل الخطوة الثانية عندنا إن شاء الله راح تكون راح تكون هي ما نسمي بالالغوريثم أو الخوارزمية الخوارزمية البرنامج شو نقصد بالالغوريثم والخوارزمية الخوارزمية هي عبارة أنك تكتب أنت الخطوات اللي راح ينفذها برنامجك مضبوط لكن باللغة العربية واللغة الإنجليزية لغتك أنت اللي متعود علي لغة الإنسان وليست لغة الجافة مضبوط حتى يسهل عليك فإذا تكتب تقول والله البرنامج راح ينفذ الخطوات التالية أو الأوامر اللي راح ينفذها البرنامج واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا وفعليا أنت لو تفكر البرنامج هو عبارة عن إذا تذكر برامجنا اللي كنا نكتبها سطر 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 كل سطر في أمر أو في جملة مضبوط حننا بنحاول نكتب شي شبيه بهذا مضبوط نكتبه بلغتنا حننا حتى أنه يسهل علينا التفكير نتأكد أنه ضبطنا وش بتضبط بسوي البرنامج مضبوط في طبعا بعض الناس عفوا هنا نسينا في بعض الناس يسمون هذا سودو كود سودو كود أو شبيه الكود شبيه الكود يعني معنى أنه مو الكود الأصلي اللي نكتبه في البرنامج وإنما هذا شبيه الكود فإذا تقدر تسميه تقدر تسميه سودو كود تقدر تقول أنه الله نكتب مرحلتين في البداية رح نكتب الألغوريثم زين بشكل عام مرة ثم بعد كده نفصل أكثر فنسميه سودو كود بغض النظر عن الأسماء أهم شي أفهم وش رح نسوي زين طيب وش القطوات اللي رح يسويها برنامج الخطوات هي كالتالي أنا ودي توقف الفيديو شوي وتفكر وش الخطوات اللي رح يسوي برنامج حاول تكتبها بالورقة عسان مثال يعني أو بدون ما أعطيك مثال فكر أول شي أنت وش الخطوات اللي رح يسوي برنامج بعدين نرجع للفيديو طيب خلنشوف وش الخطوات اللي رح يسويها البرنامج عندنا زين أول شي واحد مضبوط نقول اقرأ طول المستطيل هذه الخطوة الأولى صح ولا لاحظنا في الديالوج لما جينا كتبنا الديالوج أو المحادثة اللي تخيلناها رح يقول برنامج كيقول أدخل طول المستطيل المستخدم من هنا استنتجنا أنه الخطوة الأولى رح نقرأ طول المستطيل زين فإذا لاحظنا بفعل أمر حاول دائما استخدم فعل أمر اقرأ طول المستطيل الخطوة الثانية اقرأ عرض المستطيل زين وأخيرا الخطوة الثالثة أو ليس أخيرا عفوا احسب مساحة المستطيل ثم أخيرا اطبع مساحة المستطيل تمام إذن هذه تقريبا الأربع خطوات اللي عندنا طبعا أنت ممكن أنك يعني تقول شكله سهل لو كده لا ترى هذه مهمة جدا صدقني توضح لك كثير يعني تسهل لك كثير حل البرنامج الآن هذا تقريبا تقدر تقول هذا الألغوريثم خلينا نفصل بشكل أكبر بالألغوريثم هذا لما نيجي نقرأ اقرأ طول المستطيل خلينا نربط بين الألغوريثم وبين الديلوك في الديلوك قلنا أنه طول المستطيل أنه راح نعرف نعرف variable اسمه length زين فكيف ندمج بين الخطوات هذه اقرأ طول المستطيل وش راح نقول هنا راح نقول الشي التالي راح نقول أنه أو راح نكتب في البرنامج شي زي كذا راح نكتب double length gets input نفرض أنه عندنا هذه سكانر اسمها input dot وما عليش راح نكتبها تحت في السطر هذا مفروض في نفس السطر dot آ كيف نقرأ الآن للدبل زين بكل بساطة إذا تذكر هذه كانت next int هذه راح تكون next double بس دي capital بس هذه الطريقة نقرأ فيها next لاحظة ما حطيت فصلة منقوطة ما يهم الأشياء هذه هام شي كذا بس يكون عندك الكود اللي راح تكتبه في البرنامج وفكرة الكود راح تكتبوا في البرنامج زين الخطوة الأولى راح نقول double length gets input dot next double طيب حنا ذكرنا قبل انه ولا يفضل انك تطبع رسالة للمستخدم قبل ما انك تقرأ أي قيم اذا راح نقول هنا system زين أو ممكن خلى قولك نقول كذا s system dot dot print لاحظة ما انت بتكتب كود تكتب شيء شبيه بالكود بس شيء يسهل عليك عشان ما تيجي تكتب فإذا system out print ثم بعد كذا هنا enter length نضبوط إذا هذا اللي انت تبغى تكتبه لاحظة اننا اخذنا ريحيتنا ما يهم من السنتاكس حق الجافة ما يندقق مرة هذي فاصل المقوطة هذي كذا لا هذي ميزة الكتاب على وراك انك تاخذ ريحيتك بعدين لما تيجي تنقل الكمبيوتر تكون الجزء الرئيسي من البرنامج خلاص يعني حليته فتبقى شو اسمه فتتروق على الاشياء الباقي الآن اقرأ عرض المستطيل ما رح اكتب التفاصيل هنا رح اخليها لك كتمرين زين رح تكون شبيهة جدا بالتفاصيل حقه رقم واحد الآن احسب مساحة المستطيل الآن هنا نحتاج تفصيل أكثر زين مساحة المستطيل مضبوط ممكن نجي هنا نقول نقول مساحة خلي حطها بلون ثاني مضبوط خلي حطها بلون هذا زين اكتب هنا اقول مساحة المستطيل ساوي الطول في العرض زين قاعد الآن تفاصيل يطافية مضبوط ما كتبناها قبل طيب الآن خلي نحاول نكتب الكود نفسه في كل مرة حاولك توقف الفيديو وتحاول تكتب أنت بنفسك ثم نترجع للفيديو بس عشان تجرب يعني تشوف إذا كنت فهمت ولا لا طيب تمنى انك حاولت هنا خلي نجرب الآن نبي نقول double area اللي هي المساحة زين لانا شفناها هنا قبل سميناها المساحة سميناها double area مضبوط مساحة المستطيل فإذا هنا نقول double area زين double area gets length في ضرب طبعا نجمة width تمام؟ فإذا هنا عرفنا variable اللي هو اسمه area وخزننا فيه length في width أخيرا اطبع مساحة المستطيل رح خليها تمرين لك الملاحظة هنا لاحظة الفرق بين المحادثة نضبوط وبين الالغريتم أو السودو كود المحادثة كنت تتخيل برنامج كنفذ ما كان يهمك البرنامج نفسه وش الأوامر اللي رح تعطيها بالكمبيوتر يعني نص البرنامج نفسه وكان يهمك كيف رح يكون ال-input or out كدت حق البرنامج مضبوط كنت تتخيل كيف ال-input or out كدت حق البرنامج من خلالها قدرت تستخرج بعض المتغيرات وفي الحقيقة هنا قدرت نعرف كل المتغيرات اللي رح نستخدمها مضبوط فإذن هذه وسيلة ممتازة جدا حتى تتعرفوش ال-variables اللي تحتاجها في البرنامج بعد كذا جينا هنا الخطوة الثانية اللي هي ال-algorithm زين تصميم ال-algorithm بدأنا نكتب البرنامج ولكن بلغة عالية جدا مستوى عالي جدا مستوى مقارب لعقل الإنسان وفكر الإنسان أقرب منه ال-كمبيوتر ثم لما كتبناها بدأنا نفصل أكثر ونفصل أكثر حتى أنه طلع لنا تقريبا تقريبا طلع لنا البرنامج كامل بس باقي اللهم أننا ناخذه ونكتبه في الإكليبس طيب أنا راح أختم الفيديو هنا راح أوقف هنا أبغاك تكمل الفراغات الموجودة هنا رقم 2 ورقم 4 وبعد كذا تروح تكتب البرنامج في الإكليبس تنفذ البرنامج تجرب في الفيديو القادم راح إن شاء الله أكتب أنا البرنامج وركي ونشوف البرنامج مع بعض نحاول نفهم كيف يشتغل ترجمة نانسي قنقر